اه خمسة فبراير اه الفين واتناشر النهاردة بنبتدي فقرة الصحافة ستخليني برضو اقول زي ما عزيت اه اه المصريين في اللي حصل في برسعيد زي ما بقول برضو كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبو الشريف. اه معي النهاردة الصحفية امال عويدة الصحفية في جريدة الاهرام. صباح الخير فان? صباح النور يا ازاي. ازاي حضرتك? اه عندنا تمن اخبار نخش سريعا ونستعرض العنوين بتحها ومن المصر اليوم صفحة اولى مبادرة سياسية لوقف الكتال ودروع بشرية على خط النار. من الشروق صفحة اولى هكذا ارتكبوا مسبحة برسعيد. المصر اليوم صفحة ثلاثة القوى الثورية تدعو لادراب عام في ذكرى التنحي حداشر فبراير. الاهرام صفحة اولى تقصي الحقائق اختفاء معظم الادلة الجنائية من استاد الكارثة. المصر اليوم صفحة اولى الامن القومي تطالب بتطهير الشرطة والداخلية توافق على وقف العنف. المصر اليوم صفحة ثلاثة اقتحام سبع مواقع للشرطة في تلات محافظات. ومصر سجين واصابة ستة في محاولة هروب بالاسماعيلية. المصر اليوم صفحة ثلاثة مفاجأة قانون محاكمة الوزراء ساري منذ عام الف وتسعمية سبعة وسبعين. ومجلس الشعب لا يعلم. الشروق صفحة تسعة عاد الامام اللي هو الفنان عاد الامام. اعمالي لا تسيء للاسلام وفوجئت بالحكم بحبسي. سيد اعمال اول خبر معنا طبعا الاحداث اللي بتحصل. هو خبر. احنا نتكلم بقى يعني. اه اه اه. المصر اليوم صفحة اولى مبادرة سياسية لوقف القتال ودروع بشرية في خط النار. طيب وبس اه يمكن كلنا دلوقتي اعتقد كلنا في البيوت يعني. مش هتكلم على السياسيين المحددين مواقفهم. في حالة من اللي نقول ايه الارتباك. ام. انت مش عارف تبقى مع مين? نعم. الناس مش عاجبها اللي حاصل بس في نفس الوقت مش عاجبها ان في ناس بتروح عند وزارة الداخلية وبترمي توب ويقف فيه الشباكات. نعم. ويموت اتنين اه كما قرأنا نتيجة انه حبات البلية اللي موجودة في طلقات الخرطوش اكبر من اللازم. تقريبا الصغير خالص فابتدوا يستخدموا الحاجات الكبيرة. اسمحوا ايزا كنت يعني هسخر يعني من من فكرة الصغير والكبير البلية الصغير والكبير. بس ما تشوف بلية بحجم بلية الشارع اللي احنا بنلعب بيها. مم. متصورة بالفعل ودي اللي اصابت الاتنين اللي ماتوا او السبعة اللي ماتوا اللي غاية ما عارفنا لغاية دلوقتي. مم. الحقيقة انا مع الناس في ارتباكهم. وما اقدرش يعني اقول ان ارتباك الناس ده يعود لقلة فهم الناس او لغباء الناس. طب احنا شعب غبي. الذي يحكمنا يجب لا يكون كذلك. مم. انا مش فهمة. فهمني. مم. احنا طول الوقت احنا بقل نقد ايه يا اشرف? احنا من خمسة عشرين يناير. ويمكن انا ما طلعتش بعد خمسة عشرين يناير لبعض الوقت. مم. بنقول طب فهمونا. احنا مش فهمين طب. احنا مش عارفين. مم. اجتماعات مغلقة ووه والغاز انا مش احنا 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 ما نكلم عن الغاز. مم. نتكلم عن حاجات دلوقتي مفترض ان هي بديهية. يعني ما نتكلم عن الكشك المكيف في محاكمة مبارك. أنا شخصياً أمال عويدة الصحفية بالأهرام المواطنة المصرية قبل جداً أنه مبارك يكون له غرفة مكيفة. باعتباره رجل كبير في السن ومريض ورئيس دولة ويتعمل له المطلوب. لكن فاهموني أنتوا يلي قاعدين في البيت ومش فاهمين كمان العدل يدخل ليه في هذه الغرفة المكيفة؟ جمال يدخل ليه؟ علاء يدخل ليه؟ كل قيادات الداخلية يدخل ليه؟ وفي الآخر في طورة أنا أقرأ لأول مرة أنه فيه أعضاء من مجلس الشعب وأعتقد منهم عمر حمزاوي. أنا شفته في إحدى اللقاءات بيقول أنه مش مسموح له ما كانتش مسموح له أنه يدخل طورة يشوف الوضع. يا سلام يبقى معنى كده أنه طورة بالفعل فيها ما يمنع دخول البعض لرؤية ما يحدث هناك من وجود تليفونات ولا بطبات وحاجات تحلوهم الاتصال. يا جماعة فاهمونا. نحن نكلم في إيه؟ السيدة سوزان مبارك ولها ما لها من احترامها كستة كبيرة وعلى عيني وعلى راسي. أنه حد من الدخلية يقول لي أصله ما ينفعش أنه نحن نحبس الأسرة كلها. ده مش منطق بقى ده المسألة مسألة العيلة بقى. لغاية دلوقتي محدش بيقول لنا مونير سابت فين؟ محدش بيقول لنا لماذا لم يقال النائب العام حتى الآن لغاية دلوقتي برغم مقيل ويقال عن علاقات صداقة وهو موجود من أيام مبارك. مبارك ميشي والنائب عام لم يمشي لغاية دلوقتي. كلها أسئلة والله أنا عندي أسئلة أكتر من الإجابات بص يا مال أنا من حوالي مش أدرى أديك إجابات بصراحة يعني. وأكتر من أسبوعين كمان عمال كنت أقول مهدش فاهم حاجة. ده احنا مش أسبوعين بقى ده احنا بقى لنا كتير. لا يعني أنا ابتدأت أقولها كتير مهدش فاهم حاجة. عموما للموضوع بتاع وزارة الداخلية أنا شايف أنه الجندي المصري اللي ابتدى يتفقى عينيه برضو. مهم. آه إحنا عندنا لواء اتضرب. أو اللواء يعني هو في حالة من العداء. بصمحنا ما ننكرش حاجة. الجندي المصري أو الظابط المصري أو المجند المصري. لا هو هو لواء. بتتفقى عينيه. لواء لواء. لواء لواء أحمد مختار قائد تشكيلات الأمن المركزي. والسائر المصري بتتفقى عينيه. مهم. وهم اللي اتنين وقفين في الشارع ضد بعض. يعني المصري بيفقى عين المصري والمصري. سنصبح شعب من العميان. سنصبح شعب من العميان. وربنا يسطر وإحنا ما نبقاش زي ما انت بتقولي كده ايه. مهم. شعب مش شايف مهم. حاجة. شعب قصدي مش الصوار بس. مش شايفين حاجة. ما هو. لما انت تفقى عينيه ونفق عينك. هنصبح شعب من العميان. هل في حد. مهم. عايز. شايف. يعمينا. مهم. يعمي الزباط والعساكر والجيش. ويعمي الصوار اللي وقفين بيطالبوا. يعني زي ما كنا بنقول من شوية. ما هدش فاهم حاجة. لا لا انا هقول لك حاجة. وفي نفس الوقت. احنا الاتنين بنتعمي. هو في مسؤول. هو في النهاية بيكون في مسؤول. انا وانت لما نضرب بعد. يبقى اللي بيتفرج ده مسؤول. كويس. او اللي ما بيتخص قرار لوقف المسألة هو المسؤول. في النهاية انا وانت مواطنين. تمام. لما نتكلم دلوقتي ان اللي هو احمد مختار قائد تشكيلات الامن المركزي هو ده. اتلموا عليه خمسمية وضربوه. آآ على المبارح على الانترنت وكان فيه فيه شماتة فيه هذا الرجل. نعم. لانه قائد تشكيلات الامن المركزي. هو رجل طبعا يعني هو جه في الامن المركزي. يعني لانه كان فيه اكيد قبله آآ ناس كثيرين. طيب. بس انت ما تشوف الامن المركزي واقف بالخط في بورس عيد. وفتح الفتحة والناس بتجري عشان تروح تضرب بتوع الالترس. وبعدين تلاقي بتاع الامن المركزي ده نفسه. لا نختلف. هو اللي بيرفع. ما هو انا اللي مستقر باله. لا نختلف. سأنا اللي نستقر باله. ان بتاع امن المركزي. انا انا عايز افهم. برضو الدخلية ممكن تفاهمنا في الموضوع ده. واقفين بيردوا بالتوب. طيب انا مش فهمة برضو. يعني فكرة التوب. خلينا ننتقل الى الموضوع تاني. الشروق صفحة اولى هكذا ارتكبوا مسباحة بورس عيد. ده الفيديو اللي تم تبادله على الانترنت آآ من آآ وود لحم على البوابات. لحام آآ لحام كهرباء على البوابات اتقفلت. وانه البوابات ما اتفتحتش. البوابات المفصلات الحديد اتفكت نتيجة الدافع فوقعت فابتدى اللي حصل حصل. اقول لك حاجة زغيرة بس عشان ننتقل لأ موضوع تاني ان احنا بقالنا تلات ايام بنتكلم في هذا الموضوع لمدة خمس ساعات كل يوم. اوكي. انا فيه واحد صديق ليا تكلمني من برا مصر بيقول ايه عام الناس اللي بتشجع عندوكم في بورسعيات دول ايه اللي عملوه في الاهلي ده. اه اتنقلت الصورة. ايه اللي حصل ايه 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 هو في ايه هو انتو بتشجعوا بتشجعوا بالطريقة دي طب انتو عملتوا كده في تونس. اه. عملتوا كده في الجزائر طب انتو. كان ادبا حدث عملت مش عارفة المين اللي فقع عيني في الجزائر. قلتوله بعد جزنس يارتي. قلتوله هو احنا بقالنا سبع تلاف سنة بنلعب قورة. اه. عمرك سمعت عن خمسة وسبعين واحد بيموتوا. ده اعلى معدل يعني. في العالم يعني. يبقى في حاجة. يعني يعني يبقى في حاجة. طيب. وده اللي احنا بنؤكد عليه. انه. وانا برضو قريت مثلا حاجة خلينا بس انا نقلل حاجة صغيرة بتوع الالترس يعيني الشباب الصغير يبتدى يقول احنا مش هنشجع الاهلي. اه. محنش يقول ان هما مش هنجعوش الاهلي. طيب. هو انتوا عايزين تفاهموني ان الالترس دو هما مسئولين عن اللي حصل. نعم. لأ. الالترس موجودين طول الوقت. كبرهم. مم. شتيمة بالاب والام. نعم. كبرهم آآ هيديك آآ لكامية في بطنك. مم. كبرهم هيحدف عليك توبة. يعني في في حدود حتى يعني. مم. فعلا انا قابلت الناس من الالترس كبرهم فعلا قلة الادب. آآ طولة لسان. مم. آآ ده اخرهم. فما يجي حد يقولي انا مش هشجع النادي بتاعي. عشان خاطر اصلي فيه ناس ماتوا. لأ. محن نفهم المسألة ونفهم التشجيع ونفهم كورة. سيد امال هل تفتكري المرة دي? هتبقى المرة. مم. الحقيقية. مم. في التحقيقات ان احنا نوصل لحاجة. آآ بص. التفاؤل غير الواقع. التفاؤل بيقولك ان شاء الله تكون اخر حاجة. ده التفاؤل. مم. اللي بيقولك معلش اسمحولي. هيتكرر تاني. هيتكرر تاني. لا. انا بتكلم ان احنا نوصل في التحقيقات لحاجة. ما هيتكرر تاني ايه? اه. ان التحقيقات مش هتوصلنا لحاجة. وهتلف اللفة اللي هي بتاعة الحلزونة دي. اه تعلى فات فات وبدله سبع لفات طالما انه لسه انت معندكش قدرة ان انت تحكم تحكم ايديك على الفاسدين في هذا البلد. اولاد الذين يقال عندهم فاسدين. طيب. يا جدهان. والنبي اخرف. خلينا ننتقل من الموضوع التاني. المصري اليوم صفحة ثلاثة قوة التورية تدعو الاضراب عام في ذكرى التنحي 11 فبراير. ممكن تتفاهمين يعني ايه اضراب عام? اضراب عام يعني انت ما تنزلش الشغل وانا ما رحش بجرنان والطالب ما يروحش المدرسة والعامل ما يروحش المصنع. اه. الناس تقعد في بيوتها اعتراضا على ما يحدث. مش انتو بتقولوا احنا بنضرب اه. اه. بنعمل حرب اهلية في الشارع وبندرب بعد وبتاع. طب احنا مش راحين نشتغل. مش راحين مدرسة. وده اللي حصل في صورة التسعتاشر. كان فيه عسيطان مدني اه اكتملت بيه اه الصورة اه في ايام سعد الزغلول. الحقيقة اه اغلب القوة الثورية مش انهم كلها لانه لازم ننحي منها الاخوان والسلفيين. اه. اللي برغم كل الهيسة اللي حصلة هو ما لغاية دلاتي ما نزلوش. يعني كل الموجود في الشارع هيكون يا اما حد حركه غضبه. وهو لا ينتمي لأي اتلاف او اه او قاعدة ثورية. ام. او قاعدة ثورية بتقول احنا مشاركين او مش مشاركين. نعم. وعايزين نقول انه كتير من الاقتلافات قالت ان هي مش موجودة عند وزارة الداخلية. مم. وخد يكون دول شباب غاضبين. ام. او يكون منهم اه اه مجندين كما عرفنا هما اللي حرقوا. هل هل اخوان النسلمين او الحزب الحرية والعدالة وحزب النور. هل كان ليهم دور في الايام اللي فاتت دي? حاولوا يعني يعني يعملوا حاجة. عادة بعض البيانات التي تندد وتشكب وتدين. نعم. لأ مش موجودين. يعني حتى اه مقدرش اعتبر الشيخ حافظ سلامة اه كبير المجاهدين في في السويس اه اخوان ولا سلفي. هو كان من الناس اللي نزلت حجزت اه او يعني منعت وصول الناس لمدريت. هل فيه هل فيه حاجة بتمنحهم انه هما يقوموا بدورهم كيعني حزب الاغلبية في مصر? هم معتبرين انه يعني كما قرأت على يعني على لسان احد اعضاء مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة انه يا جماعة ما فيه خريطة الطريق وفيه مش عارفة مجلس الشورى هيجي وخلونا نشوف الدنيا. يعني هما ما بيستجيبوش بالسرعة ودي اعتقد دي مشكلتهم الحقيقة. ما بيستجيبوش بسرعة لطبيعة الاحداث. تمام. احنا الاحداث دي كان ميت فيها خمسة عشرة كان ممكن اقبل اه التهديئة. بس ربنا يوستو لان برضو الناس يعني النظام السابق كان برضو ما بيستجيبش بسرعة. اتمنى ان الحرية والعدالة يستجيبو يبقى اسرع شوية من النظام. محمد امين في المصر اليوم كتب عمود يعني خلاني ابتسمت على الصبح. اه. بيقول انه هم يعني مش عارف يعني ما معناه يعني مش عارف ليه اللي بيجوا في السلطة في مصر او الموجودين في السلطة في مصر. اه. بيتمتعوا بجلد سميك. بمعنى انه اه عبال ما ياخدوا رد فعل بتبقى الدنيا بوزت. طيب. ننتقل بسرعة لخبرين وراء بعد. اه مع بعض. اه. الاهرام صفحة اولى تخصي الحقاقة اختفاء معظم الادلة الجنائية من استاد الكارثة والمصر اليوم صفحة اولى الامن القومي تطالب تطهير الشرطة والداخلية توافق على وقف العنف سريعا. طيب. لما صحفية في المصر اليوم تروح تعمل تحقيق بعد يومين او تلاتة يام من الكرسى بعد يومين من الكرسى من المصر اليوم وتكتشف انه الملعب مفتوح. ابسط حاجة قاعدة قانونية انه مفروض ده مصرح جريمة. نعم. وانه بتتلم حاجات وبقايا وآآ بقدروا يوصلوا منها الحاجات. والنقل بالعام طلب ان الموضوع يبقى استاد مقفول. مش مقفول. الناس بتدخل تصور فيديوهات وآآ وصور ومش عارف ايه وحاجات كده. وفيه ناس داخلت علاقة يافتات آآ آآ يعني تعزية في الشهداء الكرة المصرية. الحقيقة آآ تختفي الادلة الجنائية. الحقيقة انه البلطاجي اللي قابضوا عليه في المسيرة بتاعت مدريت امن بورسعيد وقال آآ احنا خدنا فلوس من فلان ومش عارف ايه طالع بيقول لا انا يعني عملت ده على بناء على الضغط والتعزيب. طيب. الحقيقة آآ تختفي معظم الادلة الجنائية لو احنا مش عايزين. لكن الادلة الجنائية قد تكون واضحة لكل زي باصيرة. ننقل على الخبر اللي بعده. اتتابع ليه الاحداث في بورسعيد. اتتابع وراه على طول حاجة مهمة بتحصل او خطر بتحصل. المصر دي يوم صفحة تلاتة اقتحام سبع مواقع للشرطة في تلات محافظات ومصر عسجين واصابة ستة في محاولة هروب بالاسماعيلية. ده استكمال مرحلة آآ واعذروني الاستهبال الامني الذي نعيشه. هو مش انفلات امني هو استهبال امني. آآ آآ استهبال امني له علاقة بانه انت مش قادر تحكم تحكم السيطرة على اي حاجة. انت عندك آآ آآ اسم المطارية حاولوا يدخلوه. اسم المرجع حاولوا آآ بمدفع جرينوف آآ يطلعوا التجار مخدرات فيه. آآ في انسحاب للشرطة والجيش في بورسعيد وده قريت عنه والناس بتتكلم على انه وكأننا عدنا الـ 28 يناير وكأن ده تمهيد لحاجات. آآ هتقول لي ما نلومش الشرطة وما نلومش الجيش. طب خلاص بقى. يعني ما يعني ما نعلن سقوط الدولة والناس تبتدي تحمي نفسها. ام. ما لو انت لو انت مش عايزين يقلوهم الجيش والشرطة. طب قلو مين طب يا جدعان ما قلونا نلوم مين. الناس دي تعمل ايه? قلونا نعمل لجان بقى شعبية. قلونا نجيب آآ كل واحد يطلع بآآ بسكينة ومطوق. قلونا بقى نعمل ده. لكن الحقيقة انه انت عندك استهبال امني يتعلق بمشاكل كتيرة جدا. هل استهبال الامني ده كان موجود قبل احداث آآ بورسعيد? لانه احنا كنا شايفين انه بعد وزير الداخلية الحالي. موجود. اوكي كان كان فيه شوية تطور كده. موجود. اه يعني وده ما نسمعه انه وزير الداخلية الحالي آآ احكم فضته. فيه تطور شوية. انه تشدد مع بعض الاسماء الكبيرة. يعني كلها شائعات ما نعرفش طبعا الحقيقة انه طبعا نوريك طبعا الحاجات دي. اه. كلها انت تسمع ده. انه ما حدش بيقولك في النهاية الموضوع. طيب. طيب. سيد امال انا للأسف الشديد فقرتي خلصت او الفقرة الصحافة خلصت بس انا في عندي حاجة لازم يعني نفهمها بسرعة سريع. نشروق صفحة تسعتاشر. عاد الامام اعمالي له تسيء للاسلام وفجئت بالحكم بالحبس. سريعا. اقل من دقيقة. عاد الامام صدر عليه حكم ثلاث شهور وغرمه الف جنيه لانه بيزدري الاديان في افلامه الارهابي والزعيم مش عارف ايه. عشان بيتكلم عن الملتحين واللابسين جليب بيضة. انا عايز اقول لكم عاد الامام اه برضو صخر من الرفيقة عطيات. على هذا الاساس اه حزب التجمع يروح يعمل عليه قضية بازدراء اليساريين. يا جماعة في النهاية دفن. بينقل بينقل الواقع. انا مدفعش عن عاد الامام على فكرة. ويعني مش من مش من معجبينه ولا المريدين بتوعه. بس انا هدافع عن اي فنان اي حد يجرؤ ان هو يروح يقتله ولا يعمل عليه قضية لانه سائله. في النهاية الدين بيعبر عن الموجود في الشارع. هل عندنا ما عندناش اسلاميين استفادوا واصبحوا مليونيرات من فكرة الدين. ما عندناش يساريين حصلوا على فلوس وارادي ومش عارف ايه. على الفكرة. الفاسد عندنا الفساد في كل مكان. لو احنا قررنا ان احنا نقول ان المسلمين فاسدين فهو تعميم خاطئ. وازا قررنا انه اليساريين آآ زنا وبيشربوا خمرة فيبقى ده خطأ. لانه التعميم في اجماله سيء. الفن في النهاية بيقدم جزء من المجتمع. لما انا عاقب عاد الامام فانا هروح اعاقب الشيخ اللي قال انه البنت اللي بتلبس بانطلون فجرة. بنفس المنطق. اسمحوا لي ان انا روح ارفع قضية على حد بيقول انه الفتاة اللي المحجبة غير محجبة مش عارفة ايه. ده احنا بقى ده احنا هندخل بعدنا السجن. زي ما هنقعد نفقى عينين بعضي وبقد دخل مصر كلها السجن. يا جماعة في النهاية في حدود. طالما انا في حدودي وهي في حدود الفن في النهاية. انا بنقض من حقي ان انا اقول اللي انا عايش. الصحفية اعمال العودة الصحفية في جريدة الاهرام. شكرا جزيلا لحضرتك فاندم ونورتينا. ونتمنى لمصر حبيبتنا كلنا الهدوء. وفي الاول وفي الاخر اللي بيحاسبني وبيحاسبك ربنا. بس ان احنا نفهم دي حاجة يعني لتمنى في يوم الايام نفهم اي حاجة. فاصلوا رجائي.